بمجرد مرورك من أمامه تجذبك رائحة الصابون التي تفوح من داخل جدران هذا المحل في سوق باب السراي بمدينة الموصل أكثر من سبعين عاماً يعود تاريخ هذا المحل الصغير الذي توارث فيه عمار موفق من أبيه مهنة بيع ما يعرف بصابون الغار أو صابون حلب فعلى الرغم من إنهاء دراسته الجامعية إلا أن عمار فضل هذه المهنة التي تعرف عليها منذ نعومة أظافره أنا كنت في هذا المحل مع والدي رحمه الله منذ صغري منذ كان عمري سس سنوات أنا في هذا المحل مع والدي لكن بعد أن أكملنا الدراسة وتخرجنا لكن بقيت على محبتي لعملي مع والدي رحمه الله كان يعمل في مجال الصابون من سنة الخمسينات في باب السراي وأنا من بداية السبعينات أنا أكثر عمري أكثر من أربعين سنة في هذا المحل مع والدي في هذه المهنة ومعروفين منذ القدم في هذا المجال بات هذا المحل مقصدا لعدد كبير من الزبائن الذين يجذبهم الصابون ذو الفوائد المتنوعة لا سيمة تجميلية وما يثير الإعجاب أنه يصنع يدويا حتى يومنا هذا المواطنين اعتادوا هذا النوع منذ قديم الزمن لما يحتويه هذا الصابون من زيت الزيتون الطبيعي وزيت الغار مع هؤلاء المكونين للصابون الحلب يعتمد جودة الصابون على نوع زيت الزيتون ونسبة الغار المضوعة في القدر الذي يطبخون فيه الصابون حيث أن هذا الصابون لهذه اللحظة يصنع يدويا وأيضا متوارث في العمل في حلب وفي الرقة يعكس هذا المحل جانبا من عراقة سوق باب السراي في الموصل ويتحدى عمار موفق بإصراره على العمل هنا جميع العوامل التي ألمت بهذه المدينة الزاخرة بالثقافة والتاريخ